التركيز ما بيتجزقش التركيز ما بيتجزقش ما ينفعش بقى مركز نص تركيز والنص التاني دماغي في حاجة تانية هنا كله حيبوز رسالتي هنا لامام عشور لاعب النادي الاهلي ومنتخب مصر اللي انا شايف انه موهبة استثنائية قد قد يضيع نفسه كلنا بلا استثناء اهلوية وزملكوية وكل المهتمين بالكرة كنا شايفين رحلة صعود امام عشور اللي كان حايز على اعجاب الجميع خصوصا في المرحلة بتاعة نادي الزبالك ثم احترف بعض الشهور ورجع من الاحتراف على الاهلي وبداية كم شهر من وجوده في الاهلي وكان لسه بركز وكان لسه عايز يثبت نفسه كان امام عشور واحد من اهم اللاعبة في مصر ثم حصل حاجة ثم حصل حاجة هل بقى ضمن مكانه الغرور شوية لعب في دماغه فكرة ان الفوز بقى سهل والبطولات بقت كتيرة فانا مش محتاج اركز زي الاول مش محتاج اصر زي الاول مش محتاج ادي لشغلي كل وقتي وتركيزي ووجهدي زي الاول مش عارف هو في النهاية امام لازم يسأل نفسه ثم حدث ما حدث في السوبر الافريقي فحصل شدة من مجلس ادارة النادي الاهلي ومن الكابتن محمد رمضان المدير الرياضي لامامه لغيره لكل اللاعبين قالوا لهم حالة التسيب شوية حالة التواهان شوية اللي كانت موجودة دي والبلبطة بتاعت الصيف والخروجات والفسح والعروض والازياء وبتاع مخ فاللعيبة رجعت لتركيزها تاني وشفنا البوادر شفنا البوادر والمقدمات في مباراة السوبر المحلي يوم الخميس اللي فات وحسن الشحات حلق شعره وامام عشور حلق شعره وشال السبغة اللي كان عاملها ومش عارف ايه وبتاع رغم انه قالك ان انا حلقت والابني كانوا بيخافوا مني لما كنت مقرب منهم شعرهم كيرا كانوا بيخافوا مني لكن انا في رأيي ان هو حلق اولا انضباطيا من ادارة الاهلي ثانيا عشان يقول انا بركز او فالنقطة اللي انا بقول هالي دلوقتي هي نصيحة اخي كبير اهدى يا امام واقفل ودانك ليه انا بقول هذا الكلام لان امام كثير التفاعل بالتصريحات سواء في الاعلام او على السوشال ميديا وده مش كويس وده مش كويس فكرة الرد والتحفيل والرد على الجمل وان انا اكيدك بجملة فاتكدني بجملة فاغذك ببعدها ده شغل جماهيري امام الشغل الاعابين يعني يسيب حكاية دي للجماهير الجماهير متكفلة بيها على السوشال ميديا واحد زي ملكاوي على السوشال ميديا يقول كذا فواحد اهلاوي يرد عليه فالدول يردوا على بعض وكذا هي دي حالة التحفيل المهم انها بتبقى طبعا بدون تجاوز وبدون سباب وبدون اي شيء يعني يخالف الحياة العام لكن دي شغلة الجماهير شغلة اللعيبة امام في الملعب بس انا بقول هذا الكلام ليه لانه زي ما بقولكو كنا دائم التصريحات طالع انا لك انا مش عارف جمهور الاهلي ما يفرحش او بكذا لانه شبعان بطولات ومش جديدة علينا ان احنا مش عارف هنا بيرمي كلام على كلام تقال وكمان طالع يقولك احنا اللعيب مننا في الاهلي مش بعشر ولا بعشرين لا ده بمية وهنا برضو بيرمي كلام على كلام كان قاله احد اللعيبة من اسبوع عشر تيام صدقني مش دورك يا ابا اولا ده بيقيدك تركيزك ويوضح ان انت بركز في التصريحات وفي السوشال ميديا وفي التحفيل وفي المكايدة الرياضية اكتر ما ما انت بركز فيه الاستحقاقات والمباريات المهمة اللي الاهلي مقبل عليها واولها يوم التلاتة اللي جاي مباراة مصيرية دربي عربي كبير ما بين الاهلي المصري والعيد الاماراتي اللي ان شاء الله الاهلي يبقى في الموعد وبإذن الله يرفع راس مصر وينتصر انتصار يعني يشرف الكرة المصرية ويصعد به الى نصف نهائي كأس الانتر كونتنينتل اللي هو كأس العالم للاندية في نسخته الجديدة فعشان كده بقولك في الاول خالص زي ما حلقت شعرك اقفل ودانك وخلي كل تركيزك في الملعب سمعت كلام يديك سمعت تحفيز سمعت مكايدة سمعت حتى حد تكاوز فيك خلي ردك في الملعب اقوى رد واحسن رد وازكى رد هو الرد بشغلي منجاحي متقلقي وتفوقي ساعتها ستخرس كل المتلسنين عليك انا مبدأي كده واي حد عنده سنة خبرة في الحياة لازم يوافقني على اللي انا بقوله ده طول الوقت تركيز في الشغل والنجاح فيه قبل غرد على كل اللي عايزين يوقعوني على كل اللي عايزين يشككوا فيك على كل اللي كذا 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 لكن لو سبت شغلي وقتلت ارد عليهم حيبقوا نجحوا فيه اللي هم عاوزينه فاشلوني ودخلوني بقى في مساجلات وخباءات وما الى ذلك فنصحت يا امام عشان انت موهبة كبيرة يجب ان لا تهضر للاهلي ولمنتخب مصر التركيز ما بيتجزقش كل تركيزك في الملعب وكل ما تغل طلع الغل في الملعب وكل ما ترق طلع ده في اهداف وفي اسستات وفي تموت نفسك في الملعب كله هيسقفلك بما في ذلك اللي كان بيتكلم عليك يا رب تكون الرسالة وصلت واعتقد انها حتروصل ترجمة نانسي قنقر